موسيقى يا نشأة حمد الجنن خلاص لا 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 استعملوا ليه وانا حلقها منه ولا من البناء ادم ده اللي اسمه زنادي حمد ايف الدولة يا كلمك تاني بس هو عتنا يا ما يا عنا سلام تشرفت يا حلت أمك أكيد أرزك على البيت مش كده لا ما تخافش حلت أمه اللي هيعرف يروح ولا يجي انا حلوين هو بنشيل سلاح لازل سلاحك الوطفة يعقل متعوش مني دلوقتي عايز منك ايه منا جيت لك زمان لحد عندك في البيت فتحت صدرك عليها وترطيني واريلي بقى دلوقتي هتحلو من تحديد ازاي انت بتكلم عن ايه نحطم تمر باندي مش هيخلاص ان انت في يا سليم ما نعرف بس احرق قلبك عليه وهناك اتبنك اتباو نتنكت كلنا تمر عين صغير سليم مصحيح حتى بايش بس وقسم الله العظيم عيل صغير ازايب برضو كان عيل صغير ونادك اتعيله صغير بس دوفر عيل من دول برقبة ابنك الحيوان بس كده بس اتباو بلا شبك انا معنش غيره اسليم ومزيك كمان على فكرة مكنش عندها غيره وامو نادة مكنش عندها غيرها واما انا كمان معندهاش غيري جرب بقى حرقة القلب بس كده مش هتتلقوا دله مش هتتلقوا دله صحيح؟ دلوقتي مش هتتلقوا دله مش كده لانتو خليتوا الدنيا كلها تقول عليها يا صفاح سليم الانصاري بلطاجي بس انا مش محتاجة اقتله عشان دلوقتي معايا الدليل اللي انا حبيشه بس دليل ايه؟ لا صحيح ما احنا الكلام خدنا وانسيت اقولك التليفون ده علي الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيقبط البت وبيقبوتها تقبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع احد غير مع زناتي بس ما زناتي اللي الدهولي زناتي جالي وعرض على اي عرضي يردين احنا اللي اتنين بس انا قلت اعمل بقصلي وجيلة جاهز الاقي عندك عرضة احسن وهو انت اولا قلت ايه؟ لو عايز تسمع قعد وقعد ورايح دهرك واسمع الكلمتين وحيات النبي ما تحط في نفسك كده بكرة هتفوقوا ديحلة مش بقى انا صفاء ليه بس كده المدينة قاعدين هنا هم الداريين لحد ما ربنا يفرجها يفرجها ازاي بس وكلاب السكك بتجري ورايا في كل حتة يا صفاء مفيش حد يا اخويا بيجري وراق الهباب البرك اللي اسمه سليم ده وبكرة ان شاء الله تخلص منه الحوار مبقاش في سليم بس يا صفاء انا مش متطمن لحبساتنا هنا ليه؟ انت مش قلتلي ان النشقة المحامي متطمن للمطرح هنا؟ اه بس انا طول الوقتي كان اللي جام في ايدها يا صفاء لكن دلوقتي هم اللي مخبيني وهم اللي عارفين مكاني وانا قاعد هنا معرفش حاجة ايه اللي حقيق سليم؟ معرفش يا صفاء بس انا الاول كنت مسكهم من زمرة رقبيهم لكن دلوقتي حس انهم مراجبيني ومدلديني رجليهم ودوله اللي هتكال بساعة الجدي بيعبوهم طيب انت مش لسه معاك الفيديو خلاص بقى هتخاف من ايه؟ الفيديو ده هو الحاجة الوحيدة اللي مطمنوني وطرباء على بماغة الكل شكلك كده مش مسدقني خلاص براحتك هروح ادور على حدي يسدقني ولا ادور ليه ما زالتي مسدقني ودوني حلو والكلام عبو انت متخل ان زناتي حيوقف معك اذا كان خلاصك في ان زناتي شل شلته وبعد انت تارك مع زناتي مش معي انا ده ركت فاكرك معلم الصحبية عمرها لا بتدوم ولا العدوى بتدوم طب انت هتستفد ايه لما تعبس ادني اذا كنت انت كده كده هتشيل تقمة اكل زياد لا انا مش هشيل حاجة يعني انت عاوز تفاهمني ان زناتي هيتسجن بدالك وهتسجن وجني كمان ما تزبط كلامك اسلين بايه لا حاجة لطفي ما زناتي مش هتحبس اما المين ان عايش الاضي ده اجل زياد او مين لا رفاعي رفاعي او رفاعي ما الوات زناتي ده طلع ابن كنية لما لقى ان هو مش هيوصل معي لحاجة اجيه الحد عندي وحط ايده فندي اتفع معي سلل ان الفيديو وانا اثبت ان كلامي صح وان زياد كان جاي يشهد على تاما وان انا هو بقى نشهد عليك ان انت اتفقت مع رفاعي ان لقية الوات زياد اقولك بقى الكبيرة احنا مش بعيد نطلعك ان انت اللي قتلت رفاعي نعم اخوة او الله مجيت الحق عجبك بالفكرة رفاعي ساعتك كان نبطش وسهل جدا ان احنا تثبت عليه وبعدين مش هيصله حاجتين مهما تخلاص وزناتي بقى حلال عليه الفلوس وانا رجع شغل بالدنيا تبقى تامن حلو الفكرة مش كده لا مش حق ليه؟ لان ما فيش اي حاجة تثبت ان انا ليا اي علاقة بالحكاة اللي انت بتولدي اه صح ما ننسيت اقولك ما اوزلت هيشهد عليك ان اكتشف كل ده بعد موت رفاعي بعد ان يطلع على امرات رفاعي اديها ارشيل عشان تقول نفس الكلام بعد ان الحكومة تروح بيت رفاعي تلاقي التليفون علي الفيديو في بيت رفاعي اللي زناتي خبهناك بقولك ايه مش غيرش معك انت بتفاصيل دي كلها انا زبطت كل حاجة ان انت تشيل ليلا وتحاسب على المشاريع ده غير حماد بقى بعد ما اعرف ان ابنك ماشي مع مرات ابنه اكيد مش هيساعتك ونقفلت على صباحك طب طب لما انت ملي ايدك او كده هطفت ابني ليه انت عايزت تشافه فيه وخلص يا حاجة لطفة ان او عايزة تشافه فيك قدام العمر كله وانا قاعد على مكتابي وبتفرج عليك انت وابنك وانتو محبوسين بس الحل ما عجبنيش بعدين زي ما انت قولت انا طاري مع زناتي قال ليه مني زناتي تحبس وانا اطلع برا طب لما انت عارف كده مريح تتفلي معاني انا مريح تلوش زناتي هو اللي جاي بس انا قلت اجي لك انت انت راجل كبير عايب ما انتروحش لحد يمكن ليه عندك حل احسن صح 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 قدما اجديتين تفكر في حل وترد علي يعني ايه يعني انت فانت عارف اللي بعتلك الصورة هو اللي بعتها لي انا مش قادر اصد انا رحت لتامر عشان افهمينه اللي حصل بس ملايتوش اكيد تامر مش يعمل فيه انا كده صح يعمل فيك كده ويعمديك ابو كده كمان انا وانت دلوقتي بنتبع تمام معرفتنا بلطف وابنه صحياتك عنده اقسم بالله العظيم تلاتا لده بمعرفتنا